قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا أنها تحقق في مقتل عشرة مدنيين خلال عملية مشتركة نفذتها قوة أمريكية والجيش الصومالي في منطقة خاضعة لسيطرة حركة الشباب المجاهدين وأضافت القيادة أنها تأخذ أي ادعاءات حول وقوع ضحايا مدنيين على محمل الجد وأضافت أنها ماضية في إجراء تقييم للوضع لتحديد الحقائق على الأرض من جهته أكد علي نور نائب حاكم منطقة شبيلي السفلي التي وقعت فيها العملية أن القتلى هم مزارعون أبرياء وبينهم ثلاثة أطفال أؤكد أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا من حركة الشباب ولم يكونوا متمردين وإنما هم مزارعون أبرياء قتلوا في مزارعهم بلا سبب